بروت الأجواء الحارة على المملكة الخميس والجمعة ومع ذلك هناك فرص له طول بعض الأمطار التفاصيل سأستعرضها معكم في هذا الفيديو السريع كما نلاحظ يتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار اندفاع الهواء الساخن باتجاه الهواء القادم من شبه الجزيرة العربية السبب في ذلك هو هذا الامتداد للمنخفض الجوي السطحي الحراري كما تلاحظون في هذه الخراءة أمامكم فهذه الألوان المشر ليها باللون الأبيض أو الرمادي هي المركز الحار جدا لهذه الكتلة الهوائية الحارة والمندفع باتجاه المملكة درجات الحارة تسجل في نهاية الثلاثينيات سواء يوم الخميس أو يوم الجمعة في أجزاء مثلا من شرق العاصمة عمان المناطق الصحراوية أعلى من ذلك تسجل في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال اعتبارا من يوم السبب تبدأ هذه الكتلة بالتراجع التدريج نحو الجنوب الشرقي فاتحة المجال لكتلة هوائية ذات درجات الحارة أقل بتحرك باتجاه المملكة بشكل تدريجي وبطيء وبالتالي هناك تراجع بطيء على درجات الحارة اعتبارا من يوم السبب والأحد والاثنين لكن بعد ذلك نتوقع أن تصل كتلة هوائية ذات درجات الحارة حول المعدلات أو حتى أقل من المعدلات متوقع أن تصل المملكة بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء والأربعاء وبالتالي نتوقع على إثر ذلك هذه الكتلة تؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحارة فرص الأمطار موجودة كبقايا امتددات للمنخفض المنسود الذي أثر على الخليج العربي قد تصل بقايا إلى المملكة كما تلاحظون في هذه الخريطة فهناك فرصة يوم الجمعة لأن تحطو الزخات من الأمطار في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة هذه المناطق كلها مشمولة ضمن هذه التوقعات قد تمتد بعض من هذه الزخات المحلية إلى بعض المناطق القريبة من المدن الرئيسية المناطق القريبة من الطفيلة مثلا وشرق الكرك وأيضا الأجزاء الجنوبية من العاصمة عمان بالإضافة للأجزاء الشرقية من مدينة الزرقاء هذه المناطق جميحة يتوقع أن تشهد فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار سواء نهار يوم الجمعة أو نهار يوم السبت طبيعة هذه الزخات من الأمطار أنها تصحب ما يسمى برياح هابطة هذه الرياح الهابطة تعني هناك يكون اجتداد في سرعة الرياح السطحية مع تشكل هذه السحب وبالتالي هذه السحب هنا مشار ليها مثلا في هذه الألوان هذه السحب تعمل على حدود الرياح الهابطة معنى ذلك موجات غبارية كثيفة تؤثر على محيط هذه السحب وبالتالي لا يستبعد غدا على بعض الطرق الصحراوية وبالقرب من بعض المدن الرئيسية أن تشهد موجات غبارية تؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية طبعا الأحوال الجوية غير المستقرة في شهر آب في الأردن هي غير معتادة لكنها تحدث كل عدة أعوام ونتوقع تكرارها خلال هذا العام بمشيط الله تعالى في هذه الحالة الجوية متوقعة لهاية الأسبوع إذن كملخص نتوقع أن تكون ذروة الأجواء الحارة نهار يوم الخميس ونهار يوم الجمعة تنخف الدرجات الحارة بدءا من يوم يسبت بشكل بطيء لكن اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم وما بعده بمشيط الله تعالى يتوقع أن يطرق انخفاض ملموس على درجات الحارة وتعود درجات الحارة إلى حول أو حتى أقل من المعدلات مع هناك توقعات بأن الجبال العالية في المناطق الشمالية والوسطى اليمينة تقص بها للبرودة أيضا نتوقع هناك وجود فرصة لزخات من الأمطار المحلية غدا الجمعة ويوم السبت في جنوب وشرق المملكة والأهم من ذلك هو الانتباه من مخاطر حدوث موجات غبارية على الطرق الصحراوية التي قد تمتد إلى أو بالقرب من المدن الرئيسية أتمنى لكم عطلة تهاية أسبوع سعيدة أينما كنتم دمتم دائما بخير إلى اللقاء